النهاردة ريال عمل مباراة تيكتيكاية كبيرة وليفربول عمل بصراحة مباراة حلوة يا متقداش تقولين أن ليفربول النهاردة عمل مباراة وحشب حجم الفرص اللي ضاعت بحجم اللقط الهجوم اللي كان عمله كمان تحديدا في الشوت الأول والأداية اللي عمله فالمباراة ككورة كيت حلوة بس نعمة ديت بيكسب برضو بيكسب تشيلسي بطل أو حامل اللقب بيكسب بريس سان جيميل هو منتخب العالم بيكسب مانشاستر سيتي له أقوى في ريه في العالم بيكسب ليفربول له تاني أقوى في ريه في العالم اللي لم يكن أقوى هم يعني حسب المنافسة مع السيتي فاللي بيعمله ريال السنة دي هو كله على بعضه غريب وعلشان كده ده بيوثبت أحق يطف اللقب علشان في الناس كتيرا بتقولك ما النهاردة ما لعبش حلو وريال مدريد محظوظ بس ما وريال مدريد كسب باريس انجرمان وريال مدريد كسبت شلسي وريال مدريد كسب مانشاستر سيتي والنهاردة بيكسب ليفربول يلاعب من تاني أقوى علشان يأكد أحق يطف اللقب طبعا منطق ناس كتيرا تقولك يا عم ما هو خسر في كل ماتش يعني في كل جولة من دول خسر ماتش طب يا جماعة ما هو مش بيلاعب فرق أي كلام يعني هو مش بيلاعب فرق في الدورة الأسباني ما هو بيلاعب فرق كبيرة والفرق الكبيرة دي برضو من حقها أنها تلعب وتحاول أنها تكسب انتر ميلان وكسب ليفربول في أنفلد وكانت أول خسارة في دورة أبطال أوروبا لليفربول السناني هل ده معناه أن ليفربول فريق لا يستحق الوصول للنهاية لا تماما بس دي فرق كبيرة برضو وانت بتلعب في بطولة كبيرة وكل الفرق دي أبطال في بلادها ومنطقي جدا يبقى في تقارب في المستوى خصوصا وانت بتلعب في دورة الثمانية ودورة الأربعة يعني خلاص احنا وصلنا لمراحل الحسم وكل الفرق خلاص بعندها أمل أن هي تكسب البطولة أو تكمل حتى لحد النهاية فالحقيقة أن ليفربول برضو فيه إحصائية غريبة قوي أنه هو لعب السناني دي تلات نهائيات وفي تلات نهائيات لم يسجل أي أهداف فده بيثير الشكوك في الجهد الزهني لليفربول أن هم على المستوى الفردي اللعيبة دي لعيبة أفضل لعيبة في العالم بتكلم أن محمد صلاح ده أفضل لاعب في الدولة الإنجليزية أفضل هداف أفضل صنع ألعاب أليسون ده أفضل حارس في الدولة الإنجليزية فيه فاندايك فيه فابينيو فيه أسماء كبيرة جدا لكن هل النهاردة و أنا عارف أن ليفربول ممكن يكون لعب مباراة أفضل هجوميا بس هل النهاردة ده أفضل أداء لليفربول لا تماما ويمكن من ضمن الحاجات اللي كانت الناس بتعلق عليها أن محمد صلاح هو صاحب الخطورة الأبرز ضمن سلاسة الهجوم سلاسة الهجوم تغير يعني كان فيه لويس دياز مانيه صلاح بعد كده بقت مانيه جوتا صلاح بعد كده بقت فرمينو مانيه جوتا صلاح مين بقى الوحيد اللي كان بيحاول مين صاحب الست تزديدات محمد صلاح مانيه ليه تزديدة واحدة بس اللي ارتطمت في القائم لكن جوتا ما فيش أي تأثير فرمينو ما فيش أي تأثير لويس دياز ما فيش أي تأثير يعني هي بس كورة كده عادة من قربحة في الشوت الأول بس نشيط فقط مفيش إنتاج فده كلها شكوك حول جودة الزهن لعبي ليفربول خصوصا في الخط الهجومي إن محمد صلاح هو لعيب بولت كلاس هو لعيب كلاس إيه خلاص دي حاجة منهية لكن إنت دلوقتي في نهائي في نهائي إنت لعيبته من غير محمد صلاح اللي هو نهائي كاسة الاتحاد الإنجليزي ده ده تشيلسي اللي خرج فيه صلاح مصاب مبكرا فعليا تشيلسي كان ممكن إنه هو يخطف المطش بالضبط ما كانش فيه تواجد هجومي كبير أو اللي فربول صحيح ليفربول في بعض الأوقات من المباراة دي تحديدا كان لويس دياز ليه فرصة أو اتنين لكن بشكل عام ليفربول لا ما كانش أفضل أداء ليه في نهائي كاسر ربطة يمكن كان المطش سجال ما بين الفق وكان يمكن لسه وقتها كمان بدري يعني كان لسه يعني تقريبا في شهر واحد أو شهر اتنين كان لسه بدري في الموسم فكانوا الفرقتين لسه في كامل قواهم لكن في نهاية الموسم بقى ليه فترة حصد الألقاب لا ليفربول تأثر كثيرا جدا لما ابتدى أنه ينافس على الأربع عجبات صحيح بدنيا ممكن يكون الفريق زي ما هو بنفس قوته لكن بصراحة أنا النهاردة مشوفتش ليفربول اللي مثلا كان بيلعب ضد منشستر سيتي ثلاث ماتشاط الموسم ده من أجمل ثلاث ماتشاط في الموسم ماتشاط الموسم